موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين موسيقى جلسة مباحثات بين الحكومة برأسة رئيس الوزراء وغيادة البنك الدولي على ضوء المستجدات الراهنة موسيقى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 469 حالة إصابة بينها 111 حالة وفا موسيقى مقتل وأصابة العشرات من الحكومة في جبهات القتال بمحافظات الضالة والجوف وشرق العاصمة صنعار موسيقى 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 دفعة جديدة من المواطن العالقين في الإمارات يصلون إلى مطار الريان بمحافظة حضر موت موسيقى موسيقى وكيل محافظة أبيان الحمزة هي تفقد أضرار الأمطار والسيول جراء المنخفض الجوي على مدينة شقرة موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل بعث نائب رئيس الجمهورية الفريغ الركن علي محسن صالح برقية عزاء وموسائل الدكتور أحمد سالم العرابي وأخوان في وفاة والدهم الدكتور العميد سالم أحمد العرابي الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وأشار نائب الرئيس في برقيته إلى بناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والنضالية وعدواره البارزة في تطوير المجال الطبي كونه أحد مؤسسي الخدمات الطبية العسكرية وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصطغ التعازي والموسائل أسرة الفقيد ومحبيه وكافة أهل العرابي سائلا لها العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فصيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان عقدت جلسة مباحثات رسمية افتراضية بين الحكومة والبنك الدولي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج وبحضور المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدكتور ميرزا حسن وجرى خلال المباحثات استعراض مجالات التعاون بين الحكومة والبنك الدولي على ضوء المستقدات الراهنة وبينها جاءحت كورونا وإعادة ترتيب الأولويات في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي في مختلف الغطاعات للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية والتنسيق المشترك في هذا الجانب وتطرقت المباحثات بحضور وزير التخطيط وتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين على قاسم تطرقت إلى آليات تطوير برامج تدخل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والتركيز على تقديم الدعم المباشر للمواطن ودعم مؤسسات الدولة ومساندة جهود الحكومة في مواجهة تأثيرات التغييرات المناخية كما تم مناقشة والمقترحات والرؤى لمساندة الحكومة في الاستمرار في تغطية استيراد المواد الأساسية للتجار اليمنيين وبناء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع حيوية في البنى التحتية وتوسيع دفع رواتب موظف الدولة لما لذلك من أثر في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتحريك عجلة الاقتصاد وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستقد وإدراك اليمن ضمن مشاريع إقليمية جديدة للبنك الدولي وإعفاءها بشكل مؤقت من الديون نظرا لطبيعة التحديات الرهنة ووضع رئيس الوزراء البنك الدولي أمام الأوضاع الاقتصادية الحرقة لليمن في ظل جائحة كورونا والكوارث الطبية جراء المخفض المداري وتداعياته على المستوى الصحي والإنساني والخدمي متمن المستوى الدعم المقدم من البنك الدولي لإسناد جهود الحكومة داعيا إلى إعادة النظر بهيكلة الدعم المقدم لليمن وفقا لأولويات الظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية الرهنة وقدم الشكر للبنك الدولي على استجابته الطارة لمشروع مواجهة جائحة كورونا ومكافحة الجراد والعوبئة وقال في ظل هذه الظروف بالغة التعقيد فإن اليمن بات يحتاج إلى المساعدة والدعم ومعرفة وتفهم أكبر للظروف التي يمر بها والتي تحتاج إلى رؤية شمولية تأخذ بالاعتبار احتياجات المواطنين في الجوانب الأساسية وتطوير برامج التدخل في إعادة بناء المؤسسات وتقديم الخدمات وشدد الدكتور معين عبد الملك على أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية والعمل على بناء شراكة حقيقية بين البنك الدولي ومؤسسات الدولة التي أثبتت فعليتها في تنفيذ المشاريع معربا عن تطلع الحكومة إلى مزيد من آليات الدعم من قبل البنك الدولي والمؤسسات المانحة لمساندة إقراءات الحكومة في مواجهة الأزمات المركبة الناجمة عن التطورات الرهنة وبينها جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية واستمرار تدفق اللاجئين من دول القرن الأفريقي إلى اليمن كما أكد رئيس الوزراء على أهمية زيادة حشد الدعم لليمن لدى مجلس إدارة البنك الدولي من خلال نقل صورة التحديات والتي يواجهها الشعب اليمني على أرض الواقع جراء استمرار الحرب التي أشعلتها مليشة الحوثي الإنقلابية وتفشي وباء كورونا والتغييرات المناخية وتداعياتها على البنية التحتية وانتشار الأوبئة والحميات الفيروسية معبرا عن تقديره الكبير لاهتمام البنك الدولي في دعم اليمن وسياسته الفاعلة في التدخل بالدول التي تشهد صراعات وتنفيذ مشاريع حيوية تساهم في تخفيف الأزمات الإنسانية وبدورها عبرت قيادة البنك الدولي في المباحثات عن تقديرها للحكومة اليمنية وما تبذله من جهود استثنائية واهتمام البنك بدعم اليمن ومؤسساتها وإدخالها في مشاريع إقليمية جديدة مؤكدة أهمية هذا اللقاء المثمر وما طرح فيه من أفكار ورواس سيتم أخذها بعين الاعتبار والعمل سريعا في ترقمتها على أرض الواقع وذلك من خلال التدخلات التي يقوم بها البنك الدولي لأهمية الوقوف مع اليمن في ظل هذا الوضع الصعب ناقشت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد ناقشت عددا من التقارير والقضايا المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات والإقراءات اللازمة بما في ذلك استمرار إجلاء المواطنين العالقين في الخارج وفقا للبرو تكون المعتمد وأقرت اللجنة وعلى ضوء التقارير المقدمة إقراءات إضافية تتعلق بتعزيز قدرات الغطاء الصحي لمواجهة جائحة كورونا وبينها توفير المستنزمات الطبية والوقائية وأجهزة التنفس الصناعي والفحوصات إضافة إلى آليات تعزيز التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية لتوفير الاحتياجات بحسب الأولويات ووجهت وزارة الصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي والخارجية بمتابعة ملف التنسيق مع المنظمات وشركاء اليمن فيما يخص مواجهة وباء كورونا وتحديدنا الاحتياجات وفقا للأولويات وفي مختلف المحافظات وعلى ضوء نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي نظمته مؤخرا للمملكة العربية السعودية الشقيقة بشراكته مع الأمم المتحدة وطلعت اللجنة على التغرير المقدم الرئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء دكتور سالم الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان دكتور ناصر بعوم حول مستقدات الوضع العام والصحي وعمل اللجنة إضافة إلى المتابعات الجارية لتعزيز مراكز العزل والحجر الصحي وتوفير الاحتياجات الطبية لمواجهة كورونا مستعرضين آخر لحصات حول حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا والمخاطر قراء استمرار ميليشي الحوثي الانقلابية في التكتم على حالات الوباء في مناطق سيطرتها حيث أشار الدكتور سالم الخنبشي لأنه بالتعاون مع الأمم المتحدة تم استقبال فريق شركة ميديكال أسبن وبحث الخيارات القائمة معهم لإقامة مستشفى بساعة مائة سرير خاص بمرضى كورونا المستقد وأكد بأن العمل يسير بوتيرة عالية لإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن وأشار إلى أنه وفي إطار عمل الجهات المعنية تم الاتفاق مع منظمة أطباء بلا حدود لإدارة الحجر الصحي بمستشفى الجمهورية وكذا تفعيل عمل مراكز الحميات في كل مديريات مدينة عدن واستانفت عملها على مدار اليوم كما استمعت اللجنة إلى تقرير وزير الصحة العامة سكان عن إشكالية نقص مادة الأكسجين في عدد من المحافظات ووجهت وزارة الصحة العامة سكان بشراء كميات عاجلة من استوانات الأكسجين بشكل عاجل وسريع وتوزيعها على المحافظات التي تعاني من نغص فيها كما وجهت باستكمال النقاشات والترتيبات لتركيب مصانع الأكسجين المقدمة من دولة الكويت الشقيقة واستمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من وزير الخارجية محمد الحضرمي وعمين عام مجلة الوزراء حسين منصور حول سير عملية إعادة العالقين في الخارج وفقا للبروتوكول المقر من اللجنة وما تم إنجازه في عودة العالقين حيث تم استقبال دفعات من العالقين من كل من الأردن وجبوتي والإمارات والمملكة وتجري الترتيبات لاستكمال عملية الإجلا والشروع بنغل العالقين من مصر والهند مشيرين إلى بعض الإشكاليات التي طرأت وما تم اتخاذه لمعالقتها حفوا وتطرق التغرير إلى ما تم إنجازه من معالقات بخصوص المخالفات التي حدثت بحق المواطنين العالقين في منافذ اليمن مع المملكة العربية السعودية والإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن ذلك كما تضمن التغرير عددا من المقترحات والمعالجات لتجاوز الإشكاليات القائمة في هذا الجانب وقررت اللجنة بعد نقاش المستفيض المقترحات المقدمة على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة حولها والمقدمة من أعضاء اللجنة والبيد بالتنفيذ وأكدت اللجنة العليا للطوارئ على أنه لن يتم التهون مع أي مخالفات ضد المواطنين وسيتم محاسبة أي مسؤول وشدت على لجنة التحقيق المكلفة من وزارة الخارجية إنجاز عملها بشكل عاقل والعمل على اللجنة البرلمانية المكلفة بتغصي الحقائق حول هذا الموضوع في إطار الدور التكاملي بين السلطتين التنفيذية والتكريعية واستمعت اللجنة العليا للطوارئ إلى تقرير وزير التربية والتعليم دكتور عبدالله لملس حول اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي وأقرت على ضوء النقاشات تكليف وزير التربية والتعليم بتحديد الخيارات والبدائل ودراستها بشكل كامل والعرض على اللجنة في اجتماع هاتها القادمة لاتخاذ ما يلزم ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العاوية معه وزير الصحة العامة والسكان دكتور ناصر بعاوم عبر الاتصال المرئي مع فريق مجموعة البنك الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية احتياجات الغطاع الصحي في بلادنا وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستقاد كوفي 19 بتوميل من البنك الإسلامي وأكد الوزير العوج على أهمية الإسراء في توفير الاحتياجات الصحية بأقصى قدر من السرعة حتى تتمكن وزارة الصحة العامة وسكان من التصدي والحد من تفشي فيروس كورونا مجددا تقديم الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لضمان وصول هذه الاحتياجات على المستوى الجمهورية اليمنية وخط التوزيع الشفافة ستقوم بإعدادها وزارة الصحة وشاد وزير التخطيط بجهود مجموعة البنك الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية الدعمة والمساندة للغطاء الصحي في اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة إثر انتشار فيروس كورونا المستقد وبدوره أشار وزير الصحة الارتفاع تفشي الوباء في بعض المدن بصورة مقلقة الأمر الذي يتطلب سرعة توفير الاحتياجات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره من جانبه أكد فريق مجموعة البنك الإسلامي استعداد البنك لبذل قصارى جهده في تلبية الاحتياجات الطبية وفق مسار سريع التنفيذ يتبناه البنك في هذا الجانب كما تم الاتفاق على تشكيل لقنة تسيير للإشراف والمتابعة واعتماد خطة توزيع المعدات والمستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية مستوى الجمهورية مستوى الجمهورية أعلنت اللقنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة حيث تم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بينها 6 حالات وفاة في محافظة تعزو وتسجيل 6 حالات شفاء وتعافي في محافظتي أبيا ولحج وقالت اللقنة أنه تم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بينها 6 حالات وفاة في محافظة تعز ما يرفع عدد حالات الإصابة في تعز إلى 96 حالة إصابة بينها 30 حالة وفاة فيما بلغت حالة التعافي في المحافظة في المحافظات في المحافظة أربع حالات حتى اليوم كما أعلنت اللقنة عن تسجيل حالة وفاة لحالة مشجلة مسبغا في محافظة لحج وكذا تسجيل حالة التعافي تعد هي أولى حالة التعافي المسجلة في المحافظة الأمر الذي يرفع عدد حالة الوفاة بمحافظة لحجل 17 حالة وفاة من إجمال 50 حالة إصابة مسجلة في المحافظة كما تم تسجيل حالة وفاة لحالها مسجلة مسبغا في محافظة الضالع ما يرفع من عدد الوفيات بالضالع إلى أربع وفيات من إجمال 15 حالة إصابة مسجلة كما أعلنت اللجنة تسجيل أربع حالات شفاء وتعافي في محافظة أبيان وتعد هي أولى حالة التعافي في المحافظة التي بلغت الإصابات فيها 12 حالة إصابة بينها حالة وفاة وبهذا يصل إجمال عدد الحالات التراكمية المؤكدة المصابة فيروس كورونا في بلدنا منذ العاشر من شهر إبريل المنصرم إلى 469 حالة إصابة مؤكدة بينها 111 حالة وفاة فيما بلغت حالة التعافي 23 حالة حتى الآن هذا وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أن تقاريرها لا تشمل الحالات المصابة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإنقلابية وذلك بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية للإصابات أعلنت القوات المشتركة بمحافظة الضالة عن مقتل وإصابة العشرات من مسلح مليشيا الحوثي أفادت مصادر عسكرية أن العشرات من مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في عملية محكمة وأشار إلى أن العملية التي نفذتها قوات الجيش مدعومة برجال المقاومة استهدفت تقمعا لمليشيا الحوثي في منطقة المقطار بمديرية الحشى شمال الضالع وأكدت المصادر أنه تم استهدافهم بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة مع أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم قالت مصادر عسكرية أن معارك عنيفة تدور بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية شرق مديرة الحزم عاصمة محافظة الجوف وفي مديرية نهم بمحافظة صنعاء مشيرة إلى أن مقاتلات التحالف سندت قوات الجيش في تصديها لهجوم المليشيا والحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ووفقا للمصادر فإن 17 من عناصر المليشيا الإنقلابية لقوا مصرعهم خلال المواجهات بينهم القيادة الحوثي يحيى محمد الأعوار فيما شهدت المواجهات شرق الحزم عاصمة الجوف بعد تطهير كامل المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيا في هذه الجبهة ردا على خرقها لإعلان وقف إطلاق النار قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة في محافظة الحديدة وذكرت مصادر ميدانية أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء محاولة العناصر الحوثية زرعها في الخط الرابط بين كيلو 16 ومنطقة المراوعة بالحديدة وأوضحت المصادر أن الانفجار تسبب في مصر عدد من العناصر وجرح عدد آخر أصيب طفل بجروح خلال قصف شنته المليشيا الحوثية استهدف مزارع المواطنين في منطقة المتينة التابعة لمديرية التحيطة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي وقالت مصادر محلية أن المليشيا استهدفت مزارع المواطنين بالأسلحة الثغيلة وعد لإصابة الطفل أحمد سليمان أحمد ويبلغ من العمر 14 عاما بجروح متفرقة من جسده لا تعرضه لشضايا مغذف سلاح عيار 23 خلال تواجده في المزرعة ونقل متأثرا بإصابته إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوقة لتلقي الإصعافات الأولية والعلاج اللازم وجاءت هذه القريمة بعد يوم من ارتكاب المليشيا قريمة أخرى في مديرية الحوك حيث أصيب مواطنين بانفجار قنبلة من مخلفات مليشيا الحوثي في حي المنظر استشهد طفل إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الإنقلابية شرق العاصمة صنعاء وذكر المشروع السعودي لنزع الألقام في اليمن مسام أن الطفل بكيل النعيمي 11 عاما قتل إثر انفجار لغم أرضي أثناء تواجده في مزرعتهم بوادي ملح في مديريتينهم شرق صنعاء وأوضح مسام أن اللغم من ضمن مخلفات مليشيا الحوثي الإنقلابية إبان المعارك التي دارت في المنطقة منذ مطلع العام 2016 لافتن إلى أن أكثر من سبعين ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي بطريقة عشوائية في القرى والمزارع في القرى والطرغات ومزارع المواطنين على امتداد أكثر من ثلاثين كيلو متر في مديريتي نهم أخبارنا المحلية مشاهدين الكرام تتابعونها بعد هذا الفصل أهلا بكم وصلت إلى مطار الريان الدولي رحلة جوية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها سبعة وثلاثين مواطنا يمنيا من العالقين في الخارج وأوضح سفير بلادنا لدى الإمارات فهد المنهالي لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن هذه الرحلة هي الخامسة وأنها تأتي بناء على توجيهات الإجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا ووفق بروتوكول إعادة العالقين اليمنيين في الخارج ومتابعة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا بأن جميع المسافرين قد أجروا الفحوصات الطبية اللازمة ومنها فحص البي سيار والتزموا بالحجر المنزلي اطلع وكيل محافظة أبيان عبدالعزيز الحمزة على الأضرار التي خلفتها العمطار والسيول جراء المحافظة الجوي بمساكن المواطنين وطرقات مدينة شقرة الساحلية مزيدا من التفاصيل مع مرسلنا في أبيان الزمير ردفان عمر بتكليف من محافظ محافظة أبيان الوأركن أبو بكر حسين سالم قام وكيل محافظة أبيان عبدالعزيز الحمزة ومعه مدير عام أعلام أبيان الدكتور ياسر بعزب ومدير مدينة شقرة عاد البضاوي بزيارة تفقدية للأضرار التي خلفتها مياه الأمطار والسيول في الطرقات والجابونات ومنازل المواطنين وخطوط الكهرباء وقرف قوارب الصيادين ومواشي المواطنين جراء المنخفض الجوي الذي ضرب عدد من المدن اليمنية ومنها مدينة شقرة الساحلية وخلال الزيارة طفل الوكيل الحمزة ومرافقه بمنازل المواطنين التي غامرتها السيول بالأمطار وتسببت بتلف آثاثهم ومعداتهم واستمع لمعاناتهم وتفقد الطريق الدولي الذي تعرض للجرفة جراء السيول المتدفقة على مدينة شقرة إلى جانب زيارته لقرية الونس بمدينة شقرة والتي حاصرت سيول من جميع الاتجاهات وأكد الوكيل الحمزة خلال زيارته التفقدية للمدينة والمواطنين إن مدينة شقرة تعد مدينة منكوبة دعيا الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لأغاثة أبناء المدينة وبصورة عاجلة للتخفيف من معاناتهم اليوم قمنا بزيارة لمدينة شقرة نطلع على حجم الأضرار وهي ماثلة للعيان أضرار بالغة تضرت بها منازل المواطنين الأعبار السواني الأراضي الزراعية الممتلكات الخاصة فيها ضرر كبير وتحتاج إلى تدخل سريع جدا نحن نناشد الحكومة إنقاذ منطقة شقرة لما تعانيه من شدة الأضرار بالغة التي اغضرت على حياة المواطن كثير من أهالي مدينة شقرة دخل المياه السيود إلى بيوتها الأغراض الخاصة الفرش الأثاث المنزلي تضرر بشكل بليغ المواطنين عبروا عن حجم الضرر الذي لحق بمدينتهم وبمنتلكاتهم وأطلقوا صرخة استغاثة عائلة من وسط المدينة المنكوبة شقرة من قراءة الشيون والأمطار التي لحقت بها يوم أمس لهذا نناشد السلطة المحلية متمثلة بالمحافظ والمجلس المحلي والجهات المسؤولة والمدير العام مديرية شقرة بأن يعملون دفاعات أسعافية حتى لا تنبر القرى الأخرى لمنطقة شقرة هذا وقد وجه محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم في وقت السابق من هذا اليوم وجه مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بتوفير عدد اثنين ويتات لشفط مياه الأمطار والسيول التي تضررت منها المدينة كما كلف المحافظ فرع مؤسسة الطرق والجسور بالمحافظة لإصلاح الطريق ووجه أيضا مؤسسة الكهرباء بإصلاح خطوط وأعمدة الكهرباء التي جرفتها السيول ووجه بسرعة إعادة التيار الكهربائي للمدينة كما كلف لجنة حصر الأضرار برئاسة الوكيل عبد العزيز الحمزة وعضوية مدير عام مدينة شقرة عدل باظاوي ومدير عام أبيان الدكتور ياسر بعزب كان معهم في زيارة مدير أعلام مديرية موديا أنور الصوفي رتفان عمر لقناة عدن الفضائية محافظة أبيان وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن طائرة شحن تحمل على بطنها 16 طن أدوية ومستزمات حماية لمواجهة فيروس كورونا مقدمة من منظمة اليونسيف دعما للغطاء الصحي في اليمن ودعت وكيل توزارة الصحة الدكتور الشرق السباعي منظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات إلى القيام بواجبها بتقديم مزيد من الدعم في القطاع الصحي والقيام بواجبهم الإنساني كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى مع الالتزام بإقراءات الوقاية والنظافة الشخصية تواصل السلطة المحلية بمديرية المعلى أعمال رفع وإزالة مخلفات سيول الأمطار التي شهدتها المديرية خلال الفترة الماضية حيث شهدت مناطق الشريط الجبلي بالمديرية أعمال رفع وإزالة المخلفات التي جرفتها سيول الأمطار والتي تسببت بأضرار بالغة لمنازل المواطنين والبنى التحتية وقال مدير مديرية المعلى فهد المشبغ أن المديريات تعرضت لأضرار مادية جسيمة جراء كوارث السيول التي شهدتها في أواخر شهري مارس وإبريل ومثلها مؤخرا فجر الخميس الماضي مضيفا أن هناك جهود تبدل إلى جانب رفع المخلفات تتمثل في شفط مياه الأمطار ومعالجة انسدادات مناهل الصرف الصحي وأصلاح أضرار شبكتي المياه والكهرباء بالمديرية نفذ اتلاف الخير حملة إغاثة عاجلة لمتضرر كارث السيول في مديرية بروم ميفع بمحافظة حضر موت وأضح المدير التنفيذي لاتلاف الخير المهندس فهمي بن منصور بأن الاستجابة السريعة تضمنت رفض الأهالي في منطقة ميفع بحوالي 210 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب والاستخدام مشيرا لأن التدخل جاء بناء على تقارير الفرق الميدانية تابعة للإتلاف التي تفيد بأهمية التدخل المبكر في توفير المياه بعد انهيار منظومة المياه والصرف الصحي بالمديرية وتستهدف الحملة التي تستمر عدة أيام عشر مناطق وتجمعات سكانية متضررة بالمديرية تهت النشرة مشيرا الكرام عودها للتذكير بأبرز العنوين جلسة مباحثات بين الحكومة برئاسة رئيس الوزراء وقيادة البنك الدولي على ضوء المستقدات الراهنة ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 469 حالة إصابة بينها 111 حالة وفاة مغتل وصابة العشرات من الحثيين في جبهات الغتال بمحافظات الضالة والجوف وشرق العاصمة صنعار مشاهد الكرام وصلا نحن إياكم الأخطاء من نشرتنا الأخبارية لهذه الليلة نلتقي نحن وإياكم في نشرات أخبارية قادمة حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بألف خير وسلامة إلى اللقاء اشتركوا في القناة